في ظل التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إذا ما تحدثنا عن اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء في نيويورك ما أهمية مثل هذه اللقاءات لسيما مع المسؤولين الأمريكيين؟ من الأهمية بما كان أن تأتي لمناقشة الأفكار وجها لوجه يعني هناك في الولايات المتحدة الأمريكية واللقاء المباشر أنا أعتقد يبدد كثير من قلق الطرفين يعني بالتحديد قلق الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المعادلة السياسية الحالية من أنها هل ستمضي مع إيران أو أن السوداني ذاته كرئيس للوزراء بقلق من إمكانية أن يكون هناك أيضا نوع من الفتور في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المساحة أو المنصة التي وفرتها الأمم المتحدة للقاء الطرفين أنا أعتقد أنها ستعمل على إعادة تقييم هذه العلاقة ووفق اتفاقية الإطار الستراتيجي أو حتى فيما يرتبط بالملفات التي برزت مؤخرا فيما يبدو من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تقدم دعما كبيرا للعراق وأيضا تمضي باتجاه أن يكون هناك مزيد من الاستقرار في الداخل العراقي لكن هذا لا يمنع من وجهة نظري من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال بحاجة إلى إجابات ليس فقط إجابات وإنما خارطة طريق مطبقة على أقل تقدير خلال الفترة القادمة فيما يرتبط بتشابك العلاقة بين بغداد وأربيل وأيضا فيما يرتبط بمستوى النفوذ الإيراني الذي تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا قضية الفصائل المسلحة طبعا بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي منها ما يرتبط بالطاقة وأيضا منها ما يرتبط بقضية تهريب الدولار لذلك تأتي هذه اللقاءات من وجهة نظري لكي تضع على أقل تقدير مسار يمكن من خلاله قياس مستوى القادم ومؤشر لهذه العلاقة في قادم الأيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر